كتاب المقدس بيعلم في رسالة أفسوس لا تغرب الشمس على غيظكم فالفكرة إحنا إذا منغذي الغضب المخزن ومنخزن ومنخزن وما طلعناش الأمر من أوله للنور وتعاملنا مع بعض في الموضوع فبصير غضب مختزن اللي بوصلنا إلى حالة المرض وده اللي هنوصل معاه دلوقتي في الرحلة إحنا متكلم عن ناس عانت من المرارة ولكن إحنا تكلمنا عن جذور عن الجذر ولكن إيه النمو كيف تنم مشاعر المرارة يعني دي كده كأننا هنركز في الموضوع على مشاعرنا ناحية بعض دي فعلا بتاخد مراحل كذا نقطة وفي نفس الوقت مش كل واحد زي التاني يعني ممكن حضرتك تبقى عندك المراحل دي مش زي عندي أو مش بنفس الترتيب أو مش كل المراحل لكن عادة هي بتاخد نقطة معينة وهنا هنمر عن نقطة كده عشان خاطر من ندخل في الموضوع مشاعر المرارة ما بتبقاش بين يوم وليل لا دي بتبقى ترقومات ترقومات مع الأيام مغزن أول حاجة تبتيجي بالإساءة تبتيجي بذور مشاعر المرارة دي لما الإنسان يتعرض للإساءة أو الأذى وممكن تكون دي الإساءة جسدية أو نفسية ممكن أنا حتى النفسية الإساءة بعدها على طول أن أنا ما صدقش إيه دا؟ معقولة؟ معقولة أخويا يقول كده؟ معقولة زوجتي تعمل كده؟ ما صدقش؟ معقولة أبويا يقولي الكلام ده؟ بتبقى حاجة أنا أرفض أن أنا أصدقها دي النقطة التانية عشان تخلي الواحد بنرفز وعصب طبعا طبعا ونتيجة كده تلاقي انفعلاته بقى عصبي جدا يعني وحساس جدا لأي حاجة ما تستهلش وغطبان وممكن يقول كلام في وش اللي قدامه بعمفي يعني تالت حاجة وهي اللي بيساعد على النمو إحنا قلنا الإساءة وعدم التزييق إني أتجنب أو أبعد المشكلة أقولك لا 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 ما فيش مشكلة لما تيجي تقولي حاجة أقولك لا 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 ما فيش مشكلة خاص يعني الموضوع خلاص لا أنا يعني لا أنا تعرضت الإساءة لا أنا حاول أن أنا أتجنب أو أتجاهل حتى تيجي حد غلط فيها وجاي اعتذر لي أقوم أنا أقوله لا لا خلاص أنا فتحت صفحة جديدة كأنه بالضبط بتدخل بالضبط كده بتدخل المشاعر دي في اللاشعور لكن بتفضل موجودة بتفضل موجودة كمان بعد كده أن أنا أحاول أتفن الزكريات المؤلمة لما كل طرق تفشل وأحاول أتناسى الإساءة أحاول أتناساها أتناساها مش أنساها يبتجي الإنسان يتجه لأنه هو بقى يقولك إيه لا خلاص أنا أنا نسيت الموضوع أنا نسيت أتناسا أتناسا غير نسيت أتناساها بطريقة لكن لما أول ما شوف الشخص بفتكر كل حاجة مع أن المثلة العربي اللي طلع من جهنم بقول الأساء ما بينتسى يعني مش رح ينسى لأنه خلاص أيوة بفنه بيطلع في الوقت المناسب بيطلع في الوقت المناسب كمان إني أنكر أقولك لا لا ما حصلش حاجة تيجي تقولي معلش أنا بعتذر أقولك لا 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 ما حصلش حاجة ما فيش أي حاجة أنا بنكر أصلا إن أنا عندي مشاعر زعل ومرارة من اللي حصل لي فأنكر الموضوع برضو ده أنا كده كأني برضو أنا بتحيل عن مشاعر جي لكن هي موجودة هي موجودة وبتنمو وبتكبر وده بيساعد إن هي تنمو وبتكبر إن أنا أنكرها أنكر وجودها لا المشاعر جي موجودة وبالتالي الشخص اللي بيعمل كده ما بيقدرش يقدم محبة لغيره ما بيقدرش ما بيقدرش يقيم حتى علاقات تاني صح مع غيره مرحلة بعد كده في النمو النمو والمشارجات الهزيمة ودي بقى مرحلة تلاقي الإنسان فيها كأنه بيقتر الزكريات تاني مرة تانية اتهزم اتهزم وبيحاول بقى يقتر الزكريات كلها تاني ويقول إيه ده لا أنا إزاي إزاي ده حصل إزاي كده ويبتجي يصعب عليه نفسه ويبتجي يشعر كده بالشفقة على نفسه لدرجة إنه ما بيقدرش حتى يخفي مشاعره تلاقيه بسرعة ده يبان في زي ما قلنا من شوية إنه هو يتنرز من أقل حاجة حساس لأي حاجة مجرد تيجي سيرة الشخص اللي أساء ليه أبقى مش طيقه أبقى مش خلاص مش قدر أشوفه مش عايزة حتى أسمع اسمه مرحلة اللي بعد كده ممكن أقول عليها العزيمة بقى خلاص ضعفت خلاص استسلمت كأني استسلمت لكل المشاعر دي والعزيمة ضعفت خلاص وده بيوصل للمرحلة دي عدد كبير جدا من الناس لما بيوصلوا لها جيبته بأحالة عارف حالتك ما يقوس منها خلاص المشاعر كأنها هزمته قصارته ونلاقي مثلا واحد مثلا مشاعر دي نحية مراته خلاص يقول لك هو ما فيش غير الطلاقة ما فيش غير كده أو يعمل علاقات برا إطار الزواج يقول لك أصل الغلطة كان كبيرة قوي ما قدرش أسمحها ما قدرش أخفر لا لا الغلطة أكبر من أن أنا أخفر فيكون يتهزم بيرتك بخطأ بخطأ بالضبط كده بيكون كده وصل للهزيمة للأسف